شكرا لك رامز ونبدأ الصحف من صحيفة الجمهورية والتي كتبت في المشات عولت مصادر طبية للجمهورية على أن الفترة الفاصلة عن 12 نيسان المقبل قد تشهد مزيدا من انخفاض أعداد الإصابات والوباء قياسا بما سبق إلا أن ذلك متوقف بالدرجة الأولى على الالتزام الشعبي بشروط التعبئة وإجراءاتها الوقائية وملازمة المواطنين منازلهم وعدم الاختلاط وتضيف الجمهورية إن كشف هذا المرجع أنه في حال عدم تحقيق المرجو منه من تمديد فترة التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل بالتأكيد سيتم اتخاذ قرار بتمديد جديد لأسبوعين إضافيين على الأقل وبإجراءات مشددة أكثر مما سبق وكشفت مصادر وزرية للجمهورية أن التوجه في جلسة مجلس الوزراء اليوم هو لإقرار خطة إعادة اللبنانيين من الخارج لكن هذه الخطة ليست سهلة على ما يعتقد البعض تنفيذها سيتطلب بعض الوقت وأشارت المصادر إلى أن ثمت شروط عديدة ينبغي توافرها لعودة أمينة وسليمة للراغبين في العودة هي حتى الآن لا يوجد تقدير نهائي للعدد الإجمالي لللبنانيين الراغبين بالعودة وبالتالي فأن التحقق من هذا يتطلب أن يبادر الراغبون بالعودة إلى تسجيل أسمائهم في السفرات اللبنانية في الدول التي تستضيفهم كما تحدث منذ بعض الوقت وزير الخارجية مع الزمير رمز القادي ثانيا كيفية العودة ومواقيتها علما أن شركة طيران المدلئيست قد أعربت عن استعدادها لتسيير رحلات متتالية إلى تلك الدول لنقل المغتاربين ثالثا موقف الدول المعنية ومدى استجابتها لطلب لبنان بفتح مطاراتها للسمح بالطيران اللبناني بإجلاء الرعاية اللبنانيين رابعا إعداد الأطقم الطبية اللبنانية التي ستتولى فحص العائدين قبل صعودهم إلى طائرة العودة وخامسا تحديد أماكن العزل في لبنان للعائدين سادسا كيفية التعاطي مع المصابين إذا تبين أن من بين الراغبين العودة بالعودة مصابين بكورونا وحالتهم تستدعي العزل والعلاج الفوري وأخيرا حجم كلفة العودة فإذا كانت شريحة واسعة من المنتشرين قد أعلنت أنها لن تكلف الدولة أي أكلاف إلا أن هناك حالات لا تمتلك بدل العودة وثمن تذكرة الطائرة وينبغي توفيرها فحتى الآن لا توجد تقديرات دقيقة لهذه التكلفة ننتقل إلى الديار التي كتب فيها في الموشات إبراهيم ناصر الدين التعبئة تترنح وتنظر بعواقب وخيمة يقول مسؤول صحي بارز نبه عبر الديار من هذا التراخي من أن هذا التراخي غير المقبول والذي ينظر بعواقب وخيمة في البلاد إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة للحد من هذا الاستهدار غير المقبول الذي يجب أن يترافق مع تسريع الحكومة لوضع آلية تنفيذية لتوسيع تقديم المساعدات للأسر الفقيرة مع ضرورة إجراء مراجعة شاملة للخطة القائمة بما يسمح لبعض القطاعات من العودة إلى العمل ضمن إجراءات مشددة تلك الأوساط لفتت للديار إلى أن الخامس عشر من نيسان تاريخ شديد الأهمية لمعرفة مدى نجاح الإجراءات المتخذة حيث تراهن وزارة الصحة على عدم تجاوز عدد المصابين الألف وعندها يمكن القول أنه تمت السيطرة على تفشي الوباء ومن المتوقع أن تبلغ الذروة في العشرين من أيار المقبل حيث يمكن أن تصل الإصابات إلى ألف وستمية هذا الرقم سيكون مؤشرا على ضرورة الذهاب إلى المزيد من التشدد لأن القطاع الصحي سيصبح مهددا بعدم القدرة على ربح المعركة وفقا لتلك الأوساط تقول الديار فإن الألية لإعادة الرغمين من اللبنانيين ستقر في جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد وضع السفارات للوائح الإسمية بالذين يرغبون في العودة وتم تسجيل 280 شخص من إسبانيا وحدها وأكبر نسبة من المهتمين بالعودة هم الجالية اللبنانية في أفريقيا خصوصا من ساحل العاج نيجيريا جانا والسنغال وغيرها وسيجري وضع خطة لتنظيم رحلات جوية عبر شركة طيران الشرق الأوسط إلى العواصم التي تفتح خطوطها أمام الملاحة لرحلات أخرى وأيضا تنظيم عمليات الفحص الطبي وأجراء الفحص السريع أو الفحص السريع للعائدين وفرزهم على افتراض وجود مصابين بينهم من غير المصابين كما أبلغ الرئيس بري بالأمس وزير الصحة أن الثنائي الشعي مستعد لتقديم أماكن الحجز الإزلام الإلزامي لهم بعد وصولهم إلى بيروت نبقى في الكورونا مع هذه الفرفور التي كتبت في الأخبار ثماني إصابات جديدة لبنان لا يزال في عين عاصفة كورونا وفق المصادر الطبية فأن المقارنة الفعلية تصح فقط عندما تتم مع دول تشبه لبنان بتجربتها في مكافحة الوباء لجهة توقيت الإقفال وحظر التجول من هذه الدول سينجابور حيث يجرى نحو 4000 فحص لتشخيص الفيروس يوميا في مقابل 300 فحص فقط في لبنان لذلك علينا أن نجري على الأقل ما بين 4000 و 6000 فحص يوميا كي نتمكن من قراءة الأرقام بإيجابية لفتة إلى أن احتمال أن يكون هناك ألاف المصابين في المناطق من دون أن تظهر عليهم عوارد بمعنى آخر على الوزارة أن تبدأ بفحصات الفيروس الجوالة في المناطق وتكثيفها في أسرع وقت ممكن يعيد هذا التذكير بأهمية تكثيف الفحصات المخبرية خصوصا في المناطق حيث يخضع 1100 شخصين من الأشخاص للحجر المنزلي وهنا ثم التساؤل الأساسي عن الأسباب التي تحول دون إجراء المزيد من الفحصات إذا كان السبب نقصا في المعدات المرتبطة بالفحصات والوزارة لا تعلن عن ذلك فتلك مشكلة وإن كان الأمر متعلقا ببطء في تطبيق الحلول المتاحة فإن المشكلة أكبر إلى الشرق الأوسط حيث علمت صحيفة الشرق الأوسط أن الثنائية الشعي حركة أمل وحزب الله أعلم رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة حسن دياب دياب عبر قنوات التواصل بأن اتفاقهما لا يكفي لتمريد التعيينات في ضوء ما جرى تدوله من أسماء للتعيينات المصرفية والمالية معلومات الشرق الأوسط لافتت إلى أن الثنائي شدد على أن لا تعيينات من دون الوقوف على رأي رئيس تيار المرد سليمان فرنجي وأنهما يدعمان فرنجي حتى النهاية من دون أن تنفي أن امتعاد فرنجي من الأسماء المقترحة للتعيينات في الجلسة الحكومية الأخيرة الخميس الماضي هو ما أدى إلى ترحيل هذا البند إلى جلسة لاحقة وأشارت معلومات الشرق الأوسط لأن الثنائية الشعي طالب بمركزين منحصة فرنجي يسميه ما الأخير في التعيينات الأخيرة هما موقع رئيس هيئة الأسواق المالية وعضوا في هيئة الرقب على المصارف على قاعدة أنفرنجي أمن غطاء مسحي للحكومة بالنظر إلى أن الغطاء المسحي لم يكن ممكن تأمينه عبر التيار الوطني الحر وحده في ظل غياب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية عن الحكومة بهذا نأتي إلى ختم جولتنا على الصحف